قضية مهمة جدا أن هناك من استشهد في انتفاض التشريين يتم وضعهم تحت قانون الأخطاء العسكرية وهذا بحث ذاته يخفي القاتل يعني هناك من يفرضون عليهم أنه يتم التوقيع وإجراء المعاملة من استشهد في انتفاض التشريين ضمن قانون الأخطاء العسكرية وهذا بحث ذاته يسقط التهم وامل القاتل باعتبار أنه القاتل مبهم والحقيقة هناك أشخاص مؤكدين وهناك شخصيات معروفة تماما وموثقة ومصور فيديو أنا بعض الحالات صورتها شخصيا أنا في 25-5-2020 لما استشهد الشهيد إيهاب الوزني القائد إيهاب الوزني كنت أنا في ساحة التحرير وتم إطلاق النار من قبل القوات كان هناك خبر أنه كل القوات الموجودة هي قوات مدينة قوات غير مسلحة وغايتها ويلحفظ على الساحة لكن بواقع الحال تبدلت القوات جاءت سيارات واستبدلت القوات وأنزلت قوات مسلحة وأفتحت النيران وأنا في وقتها كنت أحد المصابين في هذه الحادثة تم توثيقه تماما ولم تقوم الحكومة بفعل أي شيء تماما فلتحدث عن الحكومة الانتظار إلى متى؟ مرة ثلاث سنوات واليوم تمزج حيدر ومستقبلا سيتمزج غيره من الشباب في السجون سيتم انتظار بماذا؟ لا توجد هناك فعل حقيقي أو إرادة حقيقية من قبل هذه الحكومة سيد الحبيب حضرتك كنت تشاهد على أحد أو إحدى التظاهرات ولدي أيضا إحاطة لأحد المتظاهرين في تظاهرات النصر يقال هناك مجموعتان من المتظاهرين واحدة خرجت لإجاجا على قضية حيدر الزيدي وأخرى خرجت للتظاهر للمطالبة بتعينات وتحويلهم على الملاك الدائم وهم خريجون وقال أن هناك طرف آخر محتج سماه بالمبتزين كانوا يحاولون الإيقاع بينهم وبين المحتجين وبين القوات الأمنية للحصول على التعويضات كقطع أراضي هل هذا فعلا واقعي؟ لا لا أبدا أبدا كانت هناك تظاهرات للعقود يحاولون مطالبة بالتشديد العقود أو بالتثبيت ودخلوا أبناء تشرين اللي كانوا موجودين في ساحة الحبب في وقتها منعوا الاحتكاك حتى لا يكون احتكاك ما بينهم والموضوع انتهى ببساطة لكن فوجئوا بدخول قوات مسلحة إلى ساحة الحبب ويطلاق النيران بشكل عشوائي على الجميع أنا عندي حتى أحد الفيديوهات أحد الشباب كان يتحدث بالسبيكر يتحدث ويهجم عليه ضابط ويسحب من عنده المايكروفون ويضربه ويهاجبه بشكل قمعي بشكل همجي غير محترم تماما حتى لحقوق الإنسان أما طرف آخر موجود يهاجم ويحاول أنه يحرك هذه الأمور أبدا هذا الشيء غير موجود اشتركوا في القناة